اشتركوا في القناة تتساقط الامطار الغزيرة ويحذر من تشكل السيول اضافة لذلك تتساقط الزخات المتفرقة من الامطار على منطقتين حائل والمدينة منورة اثناء نهار يوم الجمعة كما تتشكل السحب الرعدية والتي تؤدي الى زخات من الامطار على اجزاء من مرتفعات الحجاز والمشاعر المقدسة والطائف والباحة اثناء نهار الجمعة وتستمر الفرصة على فترات حتى نهار السبت في هذه المناطق بمشيئة الله ولا يستبعد ان تتأثر السواحل الغربية بزخات رعدية من المطر في ساعات مساء الجمعة ويشمل ذلك كل من ينبع ورابغ وجدة بمشيئة الله وتتكاثر السحب الماطرة اعتبارا مساء وليلة الجمعة على شمال شرق البلاد ويشمل ذلك كل من حفر الباطن والقيسومة والخفجي حتى تكون الامطار غزيرة بمشيئة الله في تلك المناطق ويحذر من تشكل السيول ويتوقع ان تتأثر اجزاء منطقة الرياض والقصيم والمناطق الوسطى لاحقا بزخات من الامطار وخاصة خلال ساعات ليلة الجمعة وحتى صباح السبت بمشيئة الله كما تتأثر المناطق الشرقية بالامطار اعتبارا من فجر السبت وحتى ساعات المساء الامطار تكون غزيرة احيانا بمشيئة الله ومترافقة مع حدوث الرعد وينحسر تأثير المنخفض الجوي بمشيئة الله تدريجيا اثناء نهار السبت مع انخفاض عام في درجات الحرارة وفي النهاية يحذر من نشاط الرياح اثناء تأثير المنخفض الجوي كذلك من تشكل الضباب والذي يؤدي الانخفاض مدى الرؤية الوفقية اضافة الى تشكل السيول على بعض المناطق الشمالية ومرتفعات الطائف والباحة هذا والله تعالى اعلى واعلم كان معكم عمر ذجاني من موقع طقس العرب